أدانت منظمة التعاون الإسلامي استهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتعمد للعملين في قطاع الصحافة والإعلام وعائلتهم في الأراضي المحتلة الذي كان آخره اغتيال المصور الصحفي سامر أبو دقة وإصابة المراسل والدحدوح وقددت المنظمة في بيان لها دعوتها للمحكمة الجنائية الدولية لاستكمال التحقيق في جميع الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين بما فيهم الإعلاميون الذين يتعرضون للقتل المتعمد والاعتقال على خلفية عملهما صحفي وحملت المنظمة والاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد أكثر من ثمانين صحفيا فضلا عن اعتقال أكثر من خمسة وأربعين أخرين وذلك منذ بداية العدوان الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة والضفة الغربية